في البدايات تحدد الأهداف تمشي في الخطط لتحقق النجاح طلابي طالبات يسعد جميع أوقاتكم معاكم وأخوكم ومحبكم الأستاذ فراس أبو دي من منصة الثراء التعليمية إخواني أنتو رقم 14 تعرف شو يعني 14؟ 14 سنة خبرة أول شغلة دائما باشتغلها في كل سنة منبلش في تأسيس لكن تأسيس السنة غير لأحلى طلاب 2006 لأنكو أنتو غير طلابي طالباتي في هاي السنة حتى نحقق أعلى المعدلات يعني اشتغلتها في السنوات السابقة والحمد لله نالت جميع الإعجابات فهاي السنة عشانه منهاج جديد ومنهاج كولنز استوحت لكم دوسية التأسيس هاي من المادة نفسها يعني تبع معاي في التأسيس لما أدخل المادة حتشوفها كهير سلسة وبسيطة إن شاء الله هنشتغل في هذا الفيديو أو في التأسيس بشكل كامل بعدها هنفوت على المادة مباشرة ديروا بالكم لأنه ما في وقت في هذا اليوم ثلاث أربعة هاي أول حصة تأسيسية ومباشرة هتتوزع البطاقات مجانية للتأسيس ومعاها الدوسيات هتتواصل معاي هتوصلك لباب بيتك بمشية الله إخواني الشغلات اللي هنشتغل عليها في فهرص محتوى دوسية أو كدوسية التأسيس في أول شغلة هنشتغل على وحدات القياس المستخدمة للتعبير عن كمية مادة معينة يعني تعرف لي شو يعني الحجم شو يعني الكتلة شو يعني التركيز ثاني شغلة هنشتغل في أنواع العناصر في الجدول الدوري الثالث شغلة تأسيس الوحدة الرابعة وهي الكيمياء العضوية اللي هي عندكو جاية الآن في الأول الثانوي آخر وحدتين صح؟ مش تشتقات المركبات العضوية والمركبات العضوية الحيوية هني آخر وحدتين أنا قلبت التأسيس عشان تأسيسي هون يرتبط مع آخر وحدتين عندنا بعدها هنشتغل في تأسيس الوحدة الثالثة هي الكيمياء الحركية وتأسيس الوحدة الثانية هي الكيمياء الكهربائية وتأسيس الوحدة الأولى هي الحموض والقواعد وأخيرا هنأخذ شوية ألعاب على الأرقام والأسس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق الأمنيات يا الله ويسر البدايات حتى تصل للنهايات وبلغ الغيات فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى أتأمل من الله تعالى أن تكون همتكم ونشاطكم للثانوية العامة اللي هو التوجيه عالية في البدايات والنهايات مش تبلشوا لنار وبعضيها تناموا بشلع دينيكم بطلع لكم من هنا بشلع دينيكم واعلم هل مقولة يعني كثير أنا بحبها بصراحة واعلم أن تعبك الذي تقضي في مراجعة دروسك لن يذهب هباء منثورة حتما فإنك ستكافى عليه واعلم شو بدنا نعلم واعلم أن لحظات ضعفك وتعبك ستمضي في أول فرحة نجاح بتسمعها لما يقول ياما أنا ناجح هاي أحلى فرحة وسيمر الأسوأ وتبقى حلاوة طعم الإنجاز والتفوق لأنه اسمع أحلى نجاح في العالم نجاحك أحلى فرحة بالعالم هي فرحتك اللي أنت بتصنعها بذاتك طلابي حبايبي القلب قدم لكم النسخة المحدثة والمطورة من تأسيس منهاج كولينز اللي هي لأنه المنهاج جديد عندكم للمبدع في الكيمياء أخوكم الأستاذ فراس أبو دية والشامل اللي شرح وتأسيس مادة الكيمياء للفرع العلمي والفروع المهنية وهي الزراعي والاقتصاد المنزلي للأربع وحد كاملة وهي يعني التأسيس اللي هون مشتق تماما من الوحد اللي موجودة في كتابكم جماعة الخير الوحد الأولى حموض وقواعد الوحد الثانية كيميا كهربائية الثالثة كيميا حركية والرابعة عضوية طلعوا شو لعبة لعبي بسيطة في هذا التأسيس جبت الوحدة الرابعة أول إشي بعديها حركية كهربائية وحموض وقواعد صح؟ الحموض والقواعد بس ننتهي من تأسيسها مباشرة هنفوت على المنهاج يعني هتطلع منها متأسس ثم على المنهاج عشان هيك عملت آخر إشيه ملحوظة كل تخصص له دوسية الخاص فيه يعني جماعة الخير هسا كتأسيس للكل علمي ولا اقتصاد منزلي ولا زراعي لكن لأول مرة بتصير في الأردن أستاذ كيميا بيعمل دوسية خاصة للعلمي ودوسية خاصة للفروع المهنية ها أنا الوحيد وأراهن عليها وعد عن ذلك دوسية خاصة في أسئلة الوزارة السابقة لأن طريقة شرحي بشرح أمثلة الكتاب وشرح الكتاب وبضيف عليها أمثلتي وبالإضافة بحط فيها أسئلة وزارة سابقة وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح عليكم فتوح العارفين وأن يرزقكم الخير وأن يهون عليكم كل صعب قل آمين يا رب العالمين وأن يحقق لكم جميع ما تتمنون ونراكم في أعلى الدرجات والمراتب نقرأ الفاتحة على بداية الخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الطالين آمين آمين اللهم تقبل منا تعذنا وجهدنا ووفقنا في بداياتنا لنهاياتنا إخواني خواتي نضم في مجموعات خاصة بجيل 2006 حتلاقيها في الغلاف يعني أفتح الغلاف تلاقيها إن شاء الله موجودة هيك بقدر أقول لكم الآن نبلش في وحدات القياس المستخدمة للتعبير عن كمية مادة معينة انتظروني في الفيديو اللي بعده هنبلش فيه بعد الاستفتاحية هاي بعد الصلاة عن النبي اللهم صلى على سيدنا محمد استودعتكم عن دا الذي لا تضيعو دا أبدأي لديكم لا خوف عليكم سلام عليكم